المرأة المرأة اللي ربنا قرامها في كل الأديان السماوية المرأة اللي هي البنوت الزغنانة للأنسة للمضمزيل للمدام للأم للجدة المرأة بشكل عام مخلوق جميل رقيق ليه نتعامل معاه بعمف؟ ليه نتعامل معاه بتوحش؟ ليه بنتعامل معاه بتحرش؟ ليه بنتعابل معاه بآسف في اللفظ بعض احيان تحرش جنسي او تحرش جسدي او تحرش نفسي ليه طول الوقت فيه عنف ضد المرأة في السنوات الاخيرة مركز ناديم في 2010 قدم قانون لمجلس الشعب يا جماعة خلي بالكو للقانون ده ان احنا لازم نجرم كثير من الامور اللي هي خاصة بالعنف للمرأة مركز ناديم برضو رجع تاني بعد صورة 25 يناير بيجمع القانون عشان برضو هيقدمه لمجلس الشعب معايا الاستاذة فرح شاش مسؤول بمشروع المرأة بمركز الناديم صباح الخير يا فانت صباح الخير ازايك عايزين نعرف في البداية ايه اللي خلاكوا تقدموا مشروع لحماية المرأة من العنف الاسري الأسباب العنف الأسري مشكلة كبيرة جداً على المستوى عالمي مش بس على مستوى العالم العربي تأثير جسدي تأثير جنسي وتأثير نفسي منها بيجي لها من كل أنواع العنف ممكن أمراض اكتئاب قلق بيأثر على النوم بيأثر على العمل بيأثر على التركيز وكل ده بيخليهم مش بتشارك في المجتمع الأبحاث بتقول أن 47% من السيدات في مصر تعرضوا لعنف في الأسرة بتاعتهم بيتعرضوا لعنف في أسرة بتاعتهم ستة من كل ثلاث ستات متزوجة بتتعرض للضرب على أقل مرة واحدة من جزء فإحنا شايفين ده في كل الطبقات ده على مستوى الستات اللي في الدولة كلها الأبحاث كمان بتبين أن 70% من الأسر اللي فيها الأم بتتعنف الأطفال كمان بيتعنفوا بنفس الطريقة بيكون معليهم نفس نوع العنف وده برضو بيأثر عليهم بكل الطرق والأطفال بالذات بيأثر عليهم طريقة نفسية قوية جدا أنه هما بيجرهم نفس المشاكل النفسية بس يبقى عندهم إحساس بالذنب شديد أنهما بيحسوا أنهما بيكونوا هما السبب في العنف ده أن الأم كمان ممكن تبقى مستحملة العنف ده عشانه وغير كده كمان إحنا عارفين أن الأطفال بيقلدوا أهليهم فهما بيطلعوا حاجة من الاتنين إما هما بيسببوا العنف إما هما بيتعنفوا بعد كده لأنهما بيشوفوش ما بيشوفوش حد بيرد فعل للعنف ده عزيزي فبيبقى مثلا زميله في المدرسة بيبتدوا يعنفوه وهو ما بيعملش حاجة أو هو بيبتدوا يعنف زميله في المدرسة ويبين عليه سلوك سلوك سيدة فرح أنت بتعدوا قانون لتجريم العنف ضد المرأة بشكل عام خلينا نخش في التفاصيل شوية نخش إيه أنواع العنف؟ ماشي وديني أمثال عشان الناس تفهم إحنا متكلم في إيه بالزبط ماشي أنواع العنف عنف جسدي ضرب حرمان من الأكل حبس حرمان من الأكل وحبس عنف جنسي تحرش اختصاب عنف نفسي وهي أي نواع من أنواعه كان الإهانة الإهانة التهزيق الشتائم وهكذا ويعني أشكاله كثير ده كده ببساطة أي أنواع العنف اللي بتقومه في الأسرة يبقى جسدي ونفسي جنسي طيب النفسي إنه هو الخناءات والزعيق والمشاكل اللي تقوم بها النفسية اللي ممكن توصل لها المرأة بسبب الخلاف الأسري وهنا الأسرة مش معناها الراجل والزوج والزوجة بس لكن كمان العيلة كلها يعني الأب والأم وكذا والإخوان العنف الجسدي إنه يبقى فيه ضرب أو يعني يبقى فيه ضرب أو يبقى فيه حرمان من الأكل أو يبقى فيه حبسة أو فيه حد بيحرم حد من الأكل بيحرم الزوجة مثلا من الأكل أو البنت من الأكل؟ بيحسر إن هي مثلا بتكون الضرب الجامد الزوج خايف إن حد يعرف إن هي تضربة يحبسها وبتقدرش إن هي تتحرك فإن تقدرش إن هي تعمل لنفسها أكل أو ما فيش أكل إن هي تعمل لنفسها فإن تبقى محرومة من الأكل العنف الأخير اللي هو الجنسي النفسي الجنسي النفسي الجنسي الدول بشكل عام كده بيبقوا إيه؟ العنف النفسي إحنا قلناه العنف الجنسي إنه بيبقى تحرش أي فرد من الأسرة بيتحرش بفرد ثاني بقى الأسرة أو بيبقى اختصاب اختصاب الزوج لزوجته بس حضارك قلت لي إن في بعض الحالات بتبقى ما بين أب أو أخ لأخته أو أب لبنته ده حيّ النسبة دي كبيرة؟ النسبة دي مالهاش إحصائيات حالين أقدر أقولها لك بس موجودة في المجتمع نشتغل في المواطق عشوائية بيبقى فيه بنسمع عن الموضوع ده كثير أنا سمعت كمان إن هي يعني قرجت بقى من المناطق العشوائية للطبقات العليا كمان بقت موجودة يعني الزاهرة دي كنا بنسمع عنها زمان في الأسرة اللي كانت بتعيش كلها في قوة واحدة بالضبط لكن دي يعني دلوقتي ما بقاش الموضوع ده مقصور عليها هي الوحدة أكتر حاجة إحنا بنشوفها كيبس في المناطق العشوائية عشان بالضبط السبب ده إن الناس تبقى كاعدة كلها عدد كبير جدا في قوة ديقة جدا لكن الإحصائيات مش موجودة فما قدر شدي عليها أعمم إنما ما تعتبرش كبير لازم الإحصائيات عشان بالضبط لأنه يعني إحنا المجتمع بقاله كذا سنة توجه ديني بشكل كبير جدا إزاي بقى متدينين والشكل الديني منتشر جدا وفي حالات زي كده بتحصل يعني مش قدر أستوعبها في حالات كتير أو متنقضة للشكل الديني اللي موجود في المجتمع يعني مش بس دي طيب الحل إيه للبنت اللي اتعرضت للتحرش سواء من الأب أو من الأخ أو من أي حد دي الحل نفسي لها إيه كون علاجها إزاي؟ علاجها إزاي؟ هو مش بس نفسي يعني إحنا مثلا عندنا في مركز النديم إحنا بندي دعم نفسي ودعم اجتماعي ودعم قانوني دعم النفسي إحنا بنوفر استماع مثلا البنت أو الأم أو الزوج أو تقفر يعني بيعندها شجاعة كافية إنها أصلا تيجي وتدور على مساعدة بنديها علاج نفسي بنكشف عليها نتأكد إن هي الضرب مثلا ما أسرش عليها جسديا نديها بنوفر لها استماع ونوفر لها دعم وبيبقى فيه مثلا الحد القانوني بيقول لها إيه الابسونس بتاعتها إيه اختياراتها في النهية الصلحة إيه اختياراتها في الصلح لو عايزها تختار طلاق لو خلع ما بنأسرش على قرار بتاعها بس لازم تبقى عارفة كل حقوقها فين وعارفة كل اختياراتها إيه غير كده لو فيه مشكلة أمنية قوية جدا فهي لازم بتبقى نعمل لها رفارة لدار ضيافة ودي مشكلة لأن دور الضيافة عندنا في مصر ضعيفة جدا وامكانياتها ضعيفة دور الضيافة يعني استضيفوها عندكم؟ دور الضيافة يعني مأوى ها لا يعني يجيبوها تحطوها عندكو في مكان نا عشان دينا احنا منعمل افضل في دور الضيافة زي دور المسنين والايتام ها تمام تفضل يكمل فهو ده انواع الدعم اللي احنا نعملها طبعا نازم نعمل اه توعية للمجتمع عشان الستة تبقى عارفة ايه حقوقها وايه اللي ممكن تستحمله في الاسرة وايه اللي هي مش مففوض انها تستحمله اه فده ده عامل مهم جدا انتوا ليكوا تجربة في انه كنتوا تعملوا القانون ده واتقدموه في مجلس الشعب كان 2010 اه كان ايه مصيره ان الثورة قامت ومحصلش في اي نوع من الانواع الفعل يعني يعني ضعف وسط الاحديس ضعف وسط الاحديس لازم يتقدم من اول وجديد لمجلس الشعب الجديد عظيم ناويين تقدمه هو هو نفس المشروع ولا فيه تغيير في القانون نفسه اللي انتم مقدمينه في 2011 او سوري 2012 في 2011 هو نفس القانون القانون بنشتغل عليه من 2005 فحصل فيه تغييرات كتير وتعديلات كتير زي ايه؟ زي ان القانون مثلا احنا الهدف من القانون هو الوقاية والتأهيد احنا مش عايزين نجرم الراجل او نحطه في السجن مش عايزين نطلع مجرم احنا عايزين نهيئ مجتمع مجتمع يسعى الاسرة ويبقى يطلع فيه اسرة سنيمة فالحاجة اللي اتغيرت ان احنا معملناش حاجات تجرم الراجل على طول بقى الراجل لو حصل ضرب ولو حصل ان اتعمله محضر او حاجة بيروح دورات تدريبية الاول بياخد تدريب بيتدريب عن ايه اثر العنف بيبقى تقريبا اسبوع او اسبوعين ازاي يسيطر على نفسه بيتعمله تأهيل نفسي وبيتعمله تغيير في السلوك بتاعه حصل ان الراجل دوت رجع الاسرة غير طريقته مغيرش طريقته ورجع يدرب تاني حصلت مشكلة تاني بيبتدي يروح ياخد يتطوع في حاجات لها دعوة بالمجتمع بحيث ان هو يبقى برضو بيساعد في المجتمع بيفيد المجتمع يحصل له تغيير سلوكي يحصل له تأهيل نفسي ازاي كلام ده هو الراجل بيشتغل اساسا مسلا ما هو ده العقاب ما هو بيشتغل هو بياخد اسبوع او اسبوعين من وقته بيعمله تأهيل ويبقى قانون لازم ملزم لان الراجل ده المادي ده على زوجته او حاجة او على بنته بشكل زيادة لازم يروح يعمل تأهيل له بياخد لازم يكون الواخد شاهدة انه هو قام للتدريب ده اسبوع واسبوعين ايه اصلا الاجراءات القانونية بتبقى يعني بيتحبس مثلا مدة قد ايف يعني بكل حالة مختلفة يعني يتضرب مختلف عن التحرش مختلف عن حالات تانية كل حالة مختلفة عن التانية انا مش اقدر ان انا اشرح لك قوي الحاجات القانونية لان انا ما عنديش عني بيها بس عمتا هي الفكرة كلها انه هو ما يتحبسش من الاول فكرة من الاول انه هو يبقى تعمله اعادة تأهيل ان احنا نحاول نساعد وننقذ الاسرة وبيستجيب في حالات استجابت احنا لسا تدينيكم يعني ما وجربتوش في حالات هو فكرة مفروض انه هو ابتدى يخش في المجتمع ان احنا محتاجين نعمل تأهيل للشخص اللي بيكون بالعنف مش ان احنا بس نعمل دعم نفسي للمعنفات سا فرح السرش نفسه او جمع المعلومات هل بتواجهكوا شوية مشاكل في انه كنتوا تلاقوا الحقيقة لانه يعني الزوجة او البنت او اي المرأة اللي ممكن تتعرض لأي عنف او تحرش او كذا ممكن في الاخر مش عايزة توري انه الشهمة وارن مثلا يعني او مش عايزة تقول انه حصل ده من اخويا او اخ او او اب يعني ازاي بتطلعوا المعلومة اكتر واكتر من المجتمع المصري هي صعبة وللأسف ما بنعرفش يعني الاحصائيات كلها ايمة على الحالات الاكستريم اللي هو بين قوي فيها الضرب او حصل ان هي غيرت من شركها وقالت على المشكلة بس المجتمع المصري طبعا فيه مشكلة ان عيب والراجل من حق ان هو ويقدمها وان انا غلطانة مثلا انا ما عملتش الاكل الاكل ما كانش سخنة فبتيت نوم نفسها على المشكلة زي ما الطفل برضو بينوم نفسها على المشكلة فصعب لان المجتمع ما عندوش فكر ان ده اساسا نعمل انواع العنف اما نعمل انواع التهذيب او هو الراجل كان تعبان فهيعمل ايه حرام هيطلع علي صح استاذ فرح شاش احنا موضوعنا لسه والعنف محتاج وقت اكتر ان احنا نتكلم عن مشاكل المرأة ومشاكل العنف الاسري بس للأسف وقتنا خلص من اعرض شرفتين افهم مشاهدينا خلص فقرتنا اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة